فرص على قد ما هو مهم ان احنا نستغلها طبعا نستغلها ونحقق بقى اهداف بتاعتنا وطموحات احنا عايشين عايشانها وبالذات السنة حلوة دلو ده من الثلاثة ابراج اللي فوق اللي حققهم اعظم اشياء السنة دي هيصيبوا اهداف كتيرة بس بنقول الحظ يا جماعة السنة دي سريع هو في برج ناري مش هستناك اذا انت لو نمت وسبت الفرص تيجي وما تاخدش قرارات فيها وتأخرت في اخذ القرارات مش هتستفد منه تبقى هتقول لت السنة دي راشل والسنة دي ناعس افكر طب احنا هناخد التليفون لبعضه بس كمان احنا مش عايزين ننساهي برلي قبلها معنا تصال معنا ام مها الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كل سنة وحضرتك طيبة ام طيبة ربنا خليك حضرتك عندك ايستفسار برج تاريخ ميلادي واحد تسعة تمام 1988 وجوزي عشرين تسعة تمام في شوية مشاكل بيني وبينه كله بصفتلي في حياتي طيب في حاجة تانية حبا نعم مش قادر يعيش بيني وبينه بالمشاكل وخيانة وكده حضرتك متجاوزة بقى لك قد ايه بقى لي ست سنين ومعي رنتين ربنا يخليهم يا رب ربنا يخليهم حاضر يا حبيبتي حاليا فرعون هيجاوك انا مش عارف اقول لي احنا النهار دا المكلمات معظمها اه الناس احنا بنقول ده انعكاسات اللي حصل خسوف الامر بيسبب بعض الانزعاجات وهل يا ترى عازة اقول لي اخت ديات يا ترى انت سمحت انه خانك ولا شفت انه خانك ولا ولا احساسك انه بيخونك لا هي بتقول انا مش هينفع اكمل معي مش قادر اكمل شوف العزراء اكيد وصلت لمرحلة انها جابت الاخير خلاص العزراء هم اللي كين عزراء اه طبعا وقلنا البرج الوحيد الصدام مع بعضهم فتمنت مكملة معاها وعيشة انا شكرا سألتها بايليك كم سالة متجاوز لكن هي برضو عازة اقول لها ما تاخدش القرار المتسرع لو شفتي وبيخونك ده امر محسوم صح اه ابا معاك اقول لك لا ما تكمل ايش معاها ده انسقيا لكن لو سمحت مش عارفي الحاجات البسيطة التفهل نقدر نتلاشاها بما ان في حياة ما بيننا وفي اولاد وفي اسرة فهماني بس فلكن السنادة برضو احنا قلنا انها صعبة ولكن مش عارفة هي هو العزراء العشرين تسعة هو عشرين تسعة هي العزراء الاساسي العشرات التانية تيب بوقت صفات البرج كله ولكن هو العزراء اللي راح لمزان شوية فانا خاف يكون هي بني على هو ما بيعرفش برضو هيب بوقت شوية من المزان لو ما عرفش يعبر ما عرفش يشرح المشكلة ما عرفش يعتذر فهي بقى صعب شوية طيب احنا معنا نتصل طيني نسل